السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعكم صلاة حامد وقبل نبدأ هذا الفيديو ما بننسى أهلنا وأخواننا المستضاعفين في كل مكان حول الكوكب من دعائنا وبخص بالذكر أهلي وأخواني في غزة كان الله في عونهم ورحم شهدائهم ونصرهم على الصهين الغاصبين يارب العالمين يا الله لآن قبل مدة أتوقع السنة الماضية جربت أني أعمل experiment اللي هي أني أستخدم ال connect تاعة الأكس بوكس اللي هي الكاميرا الخاصة اللي بتشبكها في جهاز الأكس بوكس بتشبكها في التلفزيون لا أستعملها كماسحة 3D اللي هي سكانر بقدر أني أجي على أي مجسم وأعمل منه نسخة من خلال أني أخذ أبعاده وأخذ كل المجرمانستاعته هذه ومباشرة بطلع لي إياها ك3D model وجربتها بالنهاية حتى على نفسي اللي طبعت فيها يعني مجسم صغير كان يعني مقبول إلى درجة ما لكن لو بدنا نيجي نستعمل أداة professional احترافية صنعت له هاي الغاية اللي هي أنك تأخذ عينات أو تأخذ copy من أي مجسم موجود لكثير أهداف سواء أنك تأخذ شيء تصمم أي قطعة على قده تصمم له شيء أو تطبع نفس المجسم نسخة أخرى منه قطعة انكسرت قطعة بدك تعملها copy بإمكانك تعمل هذا الشيء اليوم مع وجود طابعات 3D في كل مكان لكن الإسكانرات لـ 3D فئات فيه أشياء بتبلش يعني من أرقام خيالية جدا اللي تستعمل لتستعمل مسحان سيارة كاملة لتعمل تأخذ أبعاد مجسم معين وأغلب هذه القطعة الاحترافية هي من شركة اسمها Shining 3D اللي اكتشفت أنها برضو بتعمل أشياء أسعارها جدا جدا مقبولة هذه هي واحدة من هاي الإسكانرات اللي بدل ما يكون سعرها 10 ألف دولار سعرها بنزل تحت الألف دولار وللمفروض أنها بتعطينا دقة بتوصل لـ 0.02 مليمتر من ناحية قديش هذا الشيء دقيق بالمسح بلإضافة أنه بيقدر يعمل سكان للـ Color وأخذ اللوان مع المجسم نفسه فخلينا نلقي نظرة عليه بهذا الفيديو نجرب نعمل سكان لأكمى مجسم وإذا طلعت نتائج قوية ممكن نطبع هذا المجسمات فأولا هذا الشيء يأتي بشنطة وحقيبا للمفروض أنك تقدر تأخذها معك وإما تروح لأنه هذا الجهاز اللي هو Shining 3D Einstar هذا اسمه هذا اسم الموديل تاعه يأتي محمول لكن ليس فلي بورتابل يعني مش شيء بمكانك تطوله زي الجوال وتعمل سكان لازم ينشبك الكمبيوتر فالجهاز نفسه زي ما أنت شايف جاي مع مجموعة إكسسورات إن الجهاز بحد ذاته هذا السكانر نفسه خلينا نحطه على الجنب ونشوف الإكسسورات وعلينا نرجع له يأتي معه الكابل لأن الكابل هذا نفسه كابل غريب حتين لأنه من جهة في عندك منفذ USB USB 2 ومن جهة في عندك ليمو كونكتر اللي هو بالعادة يستعمل على الكاميرات الثقيلة والاحترافية فهذا الشيء يعطي ذاتا وباور هاي الطاقة تأتي من خلال هذا الباور بريك فعنده باور بريك خارجي وبالتالي أنت إلى درجة ما مربوط بإبريز كهرباء اللي نفسه يشبك على السلك ومن ثم بتشبكه في كمبيوتر ووجيها الأخرى زي ما انت شايف بتروح اللي في معك مجال فيها يعني تطلع مش مش قصير فبتقدر تتحرك فيه لأن السكانر في عليه سليف ربر اللي بيغطي الجهاز بالكامل على أساس أنه محمول فبتقدر أنك تطلع بتحطه بورشة تستعمله لصيانة سيارات صيانة مباني صيانة أي شيء بالدكية كجزء من الكت والأشياء اللي موجودة عندك في واجهة الجهاز نفسه زي ما انت شايف في عندك كاميرا كاميرتين ثلاث اللي هذول عبارة عن كاميرات مش كاميرات عادية فأولا الكاميرات والعدسات نفسهم واجهين بزوايا ما بيطلعوا دغري على المجسم في عندك واحدة بتطلع إلى الأعلى وثنتين بتطلعوا إلى الأسفل اللي هذا الفرق بالزاوية بيخلي الكاميرات زي عين البني آدم انت الآن علشان تقدر تستوعب عمق المجسم اللي أمامك عينيك الثنتين بيساعدوا انك تستوعب ايش اللي أمامك وايش اللي بعيد وايش الأبعد بالذات لما تكون متطلع من العينتين وأيضا في عندك كاميرا ثالثة اللي هي عبارة عن الكاميرا اللي بتلطقة الألوان الآن هذا الجهاز بإمكانه انه يعني يعمل مسح لمجسمات من عشر سنطي بعشر سنطي لأشياء ضخمة لسيارة عادي ما عندك أي مشاكل ومبرد هوائيا لأنه البروسيسنج اللي موجود داخل هذا الشيء مش هيا بالمرة عدا عن انك بحاجة كمبيوتر قوي علشان يقدر يتعامل مع البيانات اللي رح يطلع هذا الجهاز من الخلف بي عندك إضاءات LED اللي رح تفرجيك حالة الجهاز نفسه واتنال استعمال وفي عندك أزرار للزوم ولعمل لسكان ومن الأسفل بي عندك المدخل اللي هو تعليو اسبيل عجيب هذا طويل زي ما انت شايف السلك نفسه يعني فيه ثلاثة متر إلا شوي فبتقدرنك تتحرك مش ثابت راح تكون فبتقدر تلف حولين سيارة مثلا الآن اللحظة اللي رح نشبك فيها هذا الكابل خليه مو كونكتور شيء رهيب ضوء عنا مباشرة باللون الأزرق والكمبيوتر أعطاني الصوت انه تعرف على انه فيه جهاز شبك فالآن خلينا نستعمل هذا الشيء مع السوفتوير الخاص فيهم بالأول نعمله كالبريشن بعدين نجرب نمسح فيه مجسمات ونشوف ايش النتيجة اللي بتطلع معنا بالزبط السوفتوير اللي هو عبارة عن هذا البرنامج اللي اسمه X-Star البرنامج نفسه في عندك عليه هيك من فوق من الأول انه يتعرف على الجهاز لينعمله كالبريشن لينعمله سكان لبعدين ايش تعمل بالمجسم بعد ما عملته سكان للقياسات النهائية واول شي رح اتجرب بعمله سكان هو عبارة عن الاندرويد باشا او الحجي اللوغو القديمة او اللوغو الاصلية بالأحرى اللي حاب بني اجرب اعمل سكان لهذا المجسم اللي مش معقد جدا زي ما انت شايف ولكن في نفس الوقت يعني لطيف ممكن نعمل جرب نعمل منه نسخة 3D وبعدين مفكرة اعمل كوبي لحالي صراحة زي ما عملت بالفيديو لقبل اللي حيكون عملية اصعب شوي بس في عندي فكرة احاب بني اتجرب اشوفها لا حتشوفوا بهذا الفيديو يش رح نسوي طيب هون صار يقول لي انه انت بدك تعمل للك ولا شي لجسم نحط لجسم بيقول لك هون هل الجسم صغير ولا الجسم كبير كبير بالنسبة له اللي هي 200 مليمتر يعني 20 سانتي 20 سانتي في 20 سانتي في 20 سانتي هاي ضمن المجسم متوسط لكبير هل بدك الموديل اللي يطلع لك بس ياخذ التضاريس تاعة المجسم ولا تكستر سطح ولا كلا من التضاريس والسطح ولا جلوب الماركرز واخر شي بيقول لك الريزولوشن قديش بدك الدقة فخلينا نحطها على اعلى شيء ممكن اللي هو 0.2 مليمتر وتكستر سكان نعم بدنا اياها هاي فبنقول له أبلاي والآن دخلنا على عملية السكاني من هون في عندك القدرة انك تتحكم بالخيارات والاعدادات من نفس الجهاز فعندك من وراء plus و minus و play اللي play بتبلش الشغل بتبلش السكان واللي فوق تقدر انك لما تكبس عليها بتعلي لbrightness الإضاءة تاعة الكاميرات ال IRA الشايفة فعلشان أعمل هاي السكان بطريقة سهلة ما أقعد أنا لنفسي اللي ألف حولي الموضوع في عندنا هاي الترن تايبل اللي هي عبارة عن طاولة بتلف ثقائيا بشكل مؤتمة وهي كهرباء فهذا الشي رح يريحني شوي ومن ناحية السرعة رح تكون شيء بستدي خلص ثابت اوكي زبطنا أمورها بهذا الشكل لكن للتوضيح انت مش بحاجة ترن تايبل هاي بتقدر انك تمسكها وتلف حولين المنتج صلى الله بارك ولكن هاي الحركة بتسهلي الأمور بالذات لما نتكلم عن إجسام صغيرة لما نحكينا شيء كبيرة قصبا عنك بدك انت تمشي وتلف حولين المجسم نفسه الآن مباشرة أكبس على بلاي هيك بلش عملية السكان فالآن انت قاعد تطلع على المجسم رح تلاقي انه في عندك مناطق على المجسم نفسه لونها أحمر خلينا نرجع لأفضل منطقة هون أتوقع فبنعمل الآن سكان زي ما انت شايف المجسم حاليا زهري لدرجة ما لانه لسه ما التقط كم بيانات كبير بنقدر نبلش نقرر بشوي شوي ومباشرة رح تلاحظ انه في عندك مناطق على المجسم قاعد بتغير لونها بيصير لونها أخضر اللي هي المفروض انه هاي فيها كم بيانات منيح طبعا بما اني قاعد بعمل سكان من زاوية واحدة يعني انا قاعد بتطلع على المجسميك اي شيء او اي سطح في شيء مخبه من زاوية علوية او سفلية رح يكون في مشكلة ما رح يكون كامل قاعد بقول لي اني قربت كثير عليها فعلشان تعالج هذا الموضوع تمسك يدك والسكانر وبترفع لفوق فالان احنا قديم نطلع على يعني منطقة التوب من رأس من فوق وبنقدر انه نقرب عليها شوي بعيد صرت اوكي تراكينج لاست اها هي هيك رجع استوعب هي وين واللابتوب انذبح على فكرة السبب في انك انت بحاجة لابتوب قوي هو انه الان الكاميرا قاعدة بتغذي البرنامج كل البيانات هاي كل الـ data points المش هاي اللي قاعد بالتقطها والكمبيوتر بحاجة انه يرتب هاي البيانات وين فعشان هيك ما بنفع انك تحط هذا الكلام مع core i3 core i5 او ryzen 3 او ryzen 5 هذا شي بده بروسسر قوي يعني threadropper بدك core i9 بدك ryzen 9 بدك شيء ثقيل طيب خلينا نعمل stop ونوقف الجهاز هذا وتعالوا نشوف ايش طلع معانا الان فمبدئيا المجسم اللي انا قاعد بتطلع عليه هو بيقول لي قاعد هو انه البيانات poor ومن فوق الامور مش ولابد يعني شايف لسه بده شغل المجسم ومن عنده رجلين تحت ما كان شايف الجزئية هاي بالمرة فمطلع ليها ثقب فراغ هسه هذي اول scan حلو بقدر اني اقول له apply edit هيك هذي امورها تمام وابدي ابلش هسه scan ثاني فالان المفروض تشوف بالمجسم وهو قاعد بنقرأ زي ما هو مباشرة الآن خلينا نطلع على scan شو صار معه وشو اللي طلع معه بالضبط فيه عندنا مناطق ما كان شايفها منيح مثل المعدن اللي موجود على الواجهة هذي ما كانت امورها كثير تمام بالاضافة لانه عنده بصباح وهيك فيه شوية مناطق ما كانت اوكي هاي ثاني سكان معانا اللي بتقدر انك تتعالجها تضبط عليها او خلينا نعتمدها الان فبدي اقول له انه I'm done create a point clouds اللي هي عبارة عنه بدي يشبك الان كل النقاط اللي تصورهم جمعهم مع بعض فيه جسم واحد والمفروض انه عندنا هيك scan مرتين او scan 2 منفصلات لنفس المجسم اللي المفروض انه بنقدر نعمله مدمج مع بعض فخلينا نيجي نشوف اوكي فهذا اللي طلع فيه المجسم فيه عندنا شغلة واحدة وهنا مشلفة اللي نقدر نيجي نمسك اللاسو shift اختار delete هاي الarea اوكي وبقدر اقول له اوكي apply edit ونروح الى project ونشوف المجسم الثاني فهيك صار فيه عندنا مجسمين شايفين عندنا scan 2 اللي انا المفروض اني اقدر اعملهم alignment كيف بدي اعملهم alignment خلينا نروح ال post processing هذي group align اوكي هاي ال align طيب ال auto line ولا تعرف على الموضوع لسبب ما ما بعرف ليش يمكن المجسم نفسه فيه اشكالية اوكي هاي الى حال واستوعب وعبالي الاثنين فاذا بتذكر في واحد من فوق كان اموره تمام واحد اموره مش تمام اخذ الاثنين هون وباللون جميل فبنعمل next وبنعملها جروب واحدة اوكيه 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 تقولنا خلينا خلينا نحط medium smoothness نحطها medium برضو والتكستر لاقطها بتاعت المجسم نفسه الى درجة ما remove small floating ports اذا فيه مجسمات طايرة شيلها simplification تقدر تبسط العدد المثلثات اللي رح يطلع معك في النهاية لانه هدا polygons رح يتحول و remove spikes اذا فيه اشياء مشلفة وفي الاخر بقول لك recommended parameters خلينا على recommended parameters ونحط apply والان نصبر شوي نصبر شوي حسب قوة الجهاز اللي انت شابكوا مع الموضوع لانه اي شيء 3D يتطلب طاقة معالجة معتبرة فهذا الابتو مفروض انه core ultra او core i9 اللي اموره المفروض انها طيبة ولكن بدك لسه كل ما عليت كل ما صرعتها العمليا يهذا الابتو بجوز بده ثلاثة اربع دقائق لحما يخلص هذا الموديم على ثرد رفر هذا الموديل نفسه بجوز يقعد نصف دقيق مقارنة بخمس دقائق هون لانه كلما زادت الكورات زادت مسألة المشنج والربط في مجسمات 3D زي هاي اوكي هيك خلاص لنا المجسم ولكن في نفس الوقت زي ما انتم شايفين المنطقة السودة هاي ما قرأها بالمرة لسبب ما يمكن الطلاء المستعمل هون لانه هو نفس الطلاء المستعمل على العين برضو في اشكالية فانت هون بتقدر تعمله ان ووتر تايت مودل لو تصب فيه مي بتنكبه مكان ثاني او بتقدر تعمله منتصف وبتقدر تعمله ووتر تايت عالاخر يعني تسكر كل الفراغات اللي فيه تبقائياً فخلينا نتجرب الاعداد اللي رح يسكر كل الفراغات والمسمات اللي موجودة ويعطينا سوليد مودل عالاخر واو 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 يعني عباها وعبى الالوان تلقائياً بشكل طالع صح الا المنطقة اللي تحت لانه ما كان شايف اصلا ايش فيها ومش كتيرها مبني صراحة المنطقة اللي تحت بس يعني المودل حتى على مستوى ارتفاع العيون يعني طالع شي فخم هون بقدر اجي اعمل CONFIRM بتقدر طبعاً لسه تعدل يعني بتقدر تيجي بتقول انا بدي تكسر اخف كونتراست اعلى تقدر تيجي مثلاً تقول تعالوا نشوف هون مثلاً تقدر تيجي وتقول انا بدي اعمله simplification 40% بصير 67 ميجا بايت عدد حالياً ربع مليون تقريباً بتقدر كل ما تبسط طبعاً بيقلل من دقة المودل نفسه ولكن يعني لا بس صراحة شي جميل فيه تقدر تعمل يعني تعدل على خيارات مثل smoothness تاعت السطح قديش املس او لا remove small floating هاي كلها خيارات تقدر تعدل عليها واحدة واحدة بالاضافة لل auto filling لاي ثقوب انه يجي عبيها تبقاي فاخر شي بيظل عندك خيار واحد لا وهو انه بدي اعمل لهذا الحكي export فshare your scan تقدر تيجي تحطها على الموقع تاعهم او third party software تقدر تيجي تقول له انا بدي اياه STL مثلاً 12 seconds later وبيدي احط ال STL file هذا اللي المفروض انه احنا عملناه الان هو حتى ال OBG مطلع ليه بعدة صياغ خلينا ناخد ال STL فيهم loading ما اظنه سيطلع ال STL بالالوان اوه والله تقريباً على القد تقريباً يعني هو طالع الرجلين طالعين برا بس خلينا بالاول نبطح ونوقفك وقوف اوه بلاشا وقفك وقوف استنى استنى بتعرف لو بدي اطبعها او ممكن اطبعها اعمل rotation هو اعمل ليه الان بشكل يوسع جوه الطابعة بس هذا هيكون فيه support بشكل عنيف فبننعمل rotate على وجهك يعني خلينا ناخذ هذه اوكي ناخذها من هاي المنطقة وتعال بدي واحدة مسطحة اوكي هاي تقريباً لسه بدها لف او بتعرف ده لف من الزاوية الثانية على جنبها ده لف من Z axis ال Y axis اللفها بس شعراية تعال اوكي هيك تقريباً صار دغري فهيك بقدر اطبع بس النص العلوي مثلاً عشان مثلاً بدي اختصر ال support اللي تحت واو والله اسمع يعني بصراحة كشيء انسى هو انسى الحجم يعني هذا قديش حطيت انا عشر عشر الحجم قديش راناسي استنى شوي سكيل ربع اوكي فهاي 25% من كل من الزي والواي والأكس اللي صراحة كدقة يعني حتى مع الطعجات اللي في الاعقال ما امورها طالع ذهب ادارة هي بصراحة بتغلب شوي ويمكن عشان اول تجربة اللي معاها يعني تكون شيء جديد ولكن بشوف انه فعلاً في الها استعمالات بإمكانك انك يعني تخليها جزء من الارسنل تاعك هيك تكون موجودة ضمن الأدوات سواء كنا بنحكي قاعدين عن كراد سيارات شيء له علاقة بالابتكار لإبداع انك تعمل شيء نسخ من أجهزة ومعينة أو حتى انك تنظم أشياءك بطرق كثيرة ففي أفكار فراسي صراحة مرتبة لشيء مثل هيك بس راح أخلي تجربتها على نفسي لمرحلة أخرى يمكن نعمل عنها فيديو لاحقاً ونجربها في بروجيكت ثاني ما بتعرف يمكن نعمل عنها شيء متطور أكثر في المستقبل راح تركي الها رابط في صندوق الوصف إذا حدا مهتم لأنه هاي يعني صراحة من أفضل التجارب برا السوالف تاعت الدي اي واي اللي انك تجيب تاعت الكنكت تاعت الاكس بوكس وتشتري برنامج بمئة وخمسين دولار ويعني عجقة اللي زي ما صار فيه بالفيديو السابق وهذه أداة مخصصة لها الموضوع بتقدر انك تستفيد منها بأكثر من طريقة وبشكل جميل هذا كان كوجته فيديو كما معكم صلاح حامد فى مان الله